نروح لكاس العالم احنا تحديدا عشان نعرب لكم المسافات السبت مش اللي جاي اللي بعده ماتش الاهلي الاول في بطولة كاس العالم يعني يعد السبت اللي جاي توصل السبت اللي جاي بقى فضلك اسبوع على انطلاقة البطولة وعلى مواجهة مونتري المكسيكي بداية من ناحية التحضيرية يعني انجاز التعبير خلينا اقول انه الاهلي بالفعل في قنوات اتصال مفتوحة واتصالات مكسفة مع الفيفا في الفترة دي عشان يعني يتم منقشة كل الترتيبات الخاصة بقى بصفر البعثة وبصفر فريق للامارات اللي هتصطديه في البطولة ان شاء الله عشان نشارك في نسحة جديدة من مونديال الاندية كل ما يتعلق بقى بترتيبات الاقامة المساحة الطبية اللي هتاخد عليها البعثة سواء خلال رحلة او قبل السفر ويمكن مجلس قدارة الاهلي يمكن عقد اجتماع امبارح عشان يناقش كل الملفات المرتبطة بمشاركة الاهلي في البطولة الاهم والاكبر على مستوى الاندية على مستوى العالم كله وتم منقشة تشكيل البعثة وبعثة الاهلي هتضم يمكن خمسة وستين فرض هيمثلوا النادي الاهلي طبعا في بطولة كاس العالم للاندية كلعبين وكجهاز اداري وكبعثة اعلامية وكطبعا مسؤولين من الادارة قبل ان شاء الله منواجه مونتري المكسيكي يوم خمسة فبراير في انطلاقة البطولة ومناسبة لاستعدادات من ناحية الادارية كمان على المستوى الفني الجهاز الفني النادي الاهلي قرر ان يستعيد في مطشة سموحة اللي جاي ان شاء الله اتناشر لاعب غابوا عن مواجهات الاهلي في كاسة الربطة يمكن مستر مسلماني هابتدي يعتمد على الهاكة الاساسي للفريق في المطشات اللي جاي في كاسة الربطة اولها طبعا انت عندك مطشة الفضلين سموحة وبنك اهلي سموحة هتكون يوم الخميس وبالتالي في عدد كبير جدا من الاسماء هترجع للقايمة واحتمال كبير جدا تاخد الفرصة للمشاركة في المطشات اللي جاي منهم افشة منهم حسين الشحات علي لطفي هارجع مرة تانية محمد هاني ياسر ابراهيم رامي ربيعة محمود وحيد فارسي تاولويس مكسوني جاهز الحمد لله معاهم احمد عبدالقادر طهر محمد طهر وطبعا كابتن الفريق وليد سليمان كلهم هيكونوا جاهزين للمشاركة ان شاء الله في الفترة اللي جاي زي ما قلتلكم اسماء كتيرة بعيدة عن الصورة سواء من اللعيبة المحترفة اللي شاركت في بطولة اهم افريقيا مع منتخباتهم اكرم توفيق طبعا مع مصر بدر بنون مع المغرب نتمنى السلامة لمعلول وديانج لانهما الحقيقة مهمين جدا للاهلي في بطولة كاس العالم مع محليا هنا صلاح محسن بيغيب حسام حسن بيغيب محمد محمود بيغيب كل دول طبعا مش هيكونوا موجودين مع الفريق واحمد نبيل كوكا طبعا لعب الصعد الوعد هيكون غايب برضو لفترة جاية عن المشاركة مع النادي الاهلي روح